السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبات وطالبات الصف الثاني الاول الثانوي ان شاء الله نبدأ معكم النهاردة الحلقة التانية طبعا الحلقة الاولى كانت مقدمة واشتغلنا فيها وعرفنا احنا بنشتغل ازاي الوقتي وعرفنا المنهج نبدأ على طول ان شاء الله المنهج في الترمي التاني بيبدأ بالقوة والحركة يبقى العنوان القوة والحركة كعنوان القوة والحركة ده لما احنا قلنا الفصل الايه التالت الفصل التالت عشان نمشي بالترتيب زي ما قلنا قبل كده فصل التالت القوة والحركة بيشمل حاجتين كمية التحرك اللي احنا بنرمز لهب بي ونبدأ بها حالا على طول ايه هي كمية التحرك من القانون الفيزياء حلوتها القانون بتاعه يبقى البي بتساوي الام مضروبة في الفيزياء يعني دي اسمها كمية التحرك اه كمية التحرك هي حاصل ضرب الكتلة في الصرعة حاصل ضرب الكتلة في حاصل ضرب ايه الصرعة دي مهمة جدا عشان اعرف انا هشتغل ازاي يعني ايه هشتغل ازاي انا لما جا اقولك عرفلي كمية التحرك ازهر تربية وتعليم لان احنا قلنا ما فيش فرق ما بين الاتنين خلاص تربية وتعليم في اقواس تخير الازهر بدأ يشتغل بالتخير راخر اخر خلاص بس مع بعض اسباتات طبعا زي ما احنا قلنا في الترميل اوه كمية التحرك حاصل ضرب انا مش حافظ الوقت انا بوصل القانون يبقى ان يكفيني اعرف ان البي بتساوي الام مضروبة في الفي ليه لان دي لها معاني عندنا في الفيزياء الوقت يبقى حاصل ضرب الكتلة في الصرعة هي دي لها معاني اه كتير يعني ايه معاني كتير انا عند اساسا ركزوا بالكلمة اللي اقولها كده القوة بتساوي ايه الكتلة في العجلة طب انت عاوست وصل ليه يا مستر ان انا عايز افكل ايه العجلة افكها اه طبعا احنا احنا دي في الصغر الابعاد في الترميل اوه ومهمة جدا في الترميل التاني القانون ده ما ننساش خالص يعني ايه هنقول الكتلة زي ما هي فكل العجلة كده يا مستر في على تي يعني ايه ملاحظين ان الام مضروبة في الفي يعني دي كمية التحرك يعني القوة بتساوي كمية التحرك على الزمن يعني ممكن اقول القوة اه تعرفها هنا هي عبارة المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك تيجي لمصطلح علمي اه يبقى انا ممكن اقول في الحالة ده هي ايه القوة هي المعدل الزمني للتغير في كمية ايه التحرك دي حتة مهم بنرجع تاني ليه كمية التحرك البي بتساوي الام في الفي تم اتجيب لي واحدة قياس كده يا مستر تمام كيلو جرام مضروبة في متر على الثانية يبقى واحدات القياس عندي كيلو جرام متر على ايه على الثانية تمام واحدة قياس كمية التحرك كلنا معنا الكتاب السنادي والكتاب السنادي زي السنة اللي فاتت بالمناسبة مفيش خلاص وصيغة ابعادها طبعا صيغة الابعاد هنجيبها ازاي الكتلة ام تلم او السرعة الا تي قس سالب واحد يبادية الحتة الجزئية اللي تحت ده هي اسمها صيغة ابعاد كمية التحرك مهم جدا الكلام اللي بقوله ده طب الموال اللي فوق ده اسمها ايه وحدة قياس كمية التحرك مهم الكلام مهم الكلام جدا يبا احنا هنا بدأنا على طول عشان عايزين نمشي خطوة خطوة طبعا فيه هنا كلمتين قال لي ان العلاقة ما بين او كمية التحرك تتوقف على حاجتين الكتلة والسرعة انا الكتاب بحطه قدامي اهو وبنشرح عندنا في الورق كأنك وكأنك بتاخدي درس برايفت بالزبط يبقى كمية التحرك بي ام في فيه طب انت عايز تقول ايا يا مصدر ان كمية التحرك تتوقف على الكتلة وتتوقف على مين السرعة يبقى بتتوقف على اتنين يبقى الوقت العوامل التي تتوقف عليها كمية التحرك الكتلة من كتابه هو الكتلة والسرعة كلما زادت كتلة الجسم زادة كسوره الزاتي علاقة ارضية ما بين الكتلة وكمية الايه التحرك خلاص فاكرين كسوره الزاتي في الترمي الاول خاصية مقومة الجسم خلاص خاصية او الخاصية اه ممانعة الجسم لتغيير سرعته عند الايه التصادم دي خاصية الكسور الزاتي وده معروف يبقى كلما زادة زادت كتلة السيارة زادة او زادت ايه اه قصة الكسور الزاتي بتاعه لذلك يصعب ايقاف شاحنة كبيرة عربية تريلة كبيرة يصعب ايقاف شاحنة كبيرة بينما يسهل ايقاف لان طبعا كتلة الشاحنة كبيرة خلاص بينما يسهل ايقاف سيارة صغيرة اذا كان لهم نفس الايه السرعة يبقى السرعة تحكم فيها شوية بالنسبة للسيارة الزغيرة اما الحاجات التقيلة لازم اوقفها على فترات ودي حاجات معروفة بالنسبة لسواق التريلات خلاص ما بتقفش مرة واحدة خلاص على فترات كده ويعني شوية بشوية لكن دي بتقف مرة واحدة خلاص يعني السرعة بيقول لكلما زادت سرعة الجسم زادة كسوره ايه الزاتي لذلك يصعب ايقاف سيارة تتحرك بسرعة كبيرة بينما يسهل ايقافها اذا كانت تتحرك بسرعة ايه صغيرة لانه كلما زادت سرعة الجسم زادة بسرعة ايه الزاتي يبقى دي الجزئية الاولية اللي تكلمنا عنها عن كمية التحرك طبعا في اتنين عامل او عاملان لو عملنا كيرف كده المنحنة طبعا انا بحط البي في الاول مرة بي مع الفي ركزوا بقى كده في المنحنات بتعمل ازاي عشان من الخط المستقيم عشان ما نطولش اكتف الكلام خلاص خير الكلام ما قل ودال اه دايما من الخط المستقيم زي ما عملنا مع معدلات الحركة بعجلة في خط مستقيم البي في المحور الرأسي دايما على الطرف الايصر وعندي مرة مع في وخط مستقيم شيء طبيعي ان ما تبقى هيبقى الكتلة ليه مصدر لانه لما بعزم بقسم بي على في هو دايما للخط المستقيم مقابل على مجاور مقابل بي مجاور في يبقى بي على في هتساوي ايه ولاد هتساوي الكتلة يبقى من الخط المستقيم هنا ايه الكتلة يبقى دي العلاقة البيانية ما بين الكتلة والسرعة نيجي هنا برضو قلنا الطرف الايصر بي تمام هنا عندي هتبقى ايه نحط هنا الكتلة شيء طبيعي انا حطيت علاقة ما بين بي هو ميم ازا هيبقى بي على ام هتساوي الفي يعني مي للخط المستقيم مي للخط المستقيم بيساوي في ميل الخط المستقيم هنا الكتلة ميل الخط المستقيم هنا ايه الكتلة ومال هنا الصرعة ليه انا بجيب الكمية الفيزيائية لنقص يبقى علاقة بين بي و ام هتبقى ايه الصرعة علاقة ما بين بي و في هتبقى الايه الكتلة وطبعا زي ما قلنا مقابل على ايه على مجاور تمام كي بادية الالاقة الايه البانية طبعا اي مسألة بجيبها لنا بقى احسب كمية التحرق طبعا هتجي مسائل من البوكلت عشان ما نقولش المصدر بجيب مسائل ايه محلولة احنا بنشوف فكرة ايه حل مسألة واحدة بس النهاردة عشان اول حصة تبقى سهلة كده وجميلة معنا ان شاء الله و بالمقابل ما بنحاولش ايه نعد حاجة او نسيب حاجة تمام احسب كمية التحرك يبقى طالب بي يبقى البي علامة استفهام عشان نعرف برضو الانفورميشن او المغطيات او احنا بنعمل ايه لجسم كتلته يبقى الام بتساوي ايه ميت كيلو جرام ويتحرك بسرعة ايه في بتساوي كام عشرين متر عالثاني اه طبعا مش كتب واحدة بقياس هنا لان انا هنا ايه اعملها بيانات او مطلوب ايه مواطيات يعني اكتب له القانون ام مضروبة فيه يعني هتساوي الكتلة كام مية السرعة عشرين يبقى مية في عشرين بكام الفين اركز بقى الفين ايه كيلو جرام ادي واحدة قياس الكتلة مضروبة في واحدة قياس السرعة متر على ايه السنة خلاص طبعا في مسائل تانية موجودة بس فيه ملاحظة في الكتاب هنا برضو عشان احنا قلنا هنمشي في الترتيب عشان اللي عاوز يذاكر ويزبط اموره بازن الله وموضوع الزوم ده احنا اتكلمنا عنه برضو هناخد دقيقة برضو فيه عشان اللي محتاج الكلام ده ما يعودش يسأل كتير لان في ناس ما زالت بتسأل كتير احنا كاتب ورقة هوات وبعملها على الواطس خلاص للي عاوز يشترك في الزوم او يشترك في الكورس المدفوع اللي اتكلمنا عنه بيقول كمية التحرك ملاحظات نبص على كل حاجة كده ملاحظات كمية التحرك كمية متاجهة لانها حصل ضرب ايه كمية قياسية اللي هي الكتلة في كمية متاجهة اللي هي الصرع لانها حصل ضرب كمية قياسية الكتلة في كمية متاجهة حصل ضرب قياسية في متاجهة زي ما انتو عارفين رياضة وفيزياء بتديني ايه كمية متاجه انا عند العلاقة اللي احنا قلناها تلات اربعة مرات النهاردة لو الجسم ساكن يعني السرعة ما بتتحركش اذا كمية التحرك تبقى صفر لو الجسم متحرك لا تسوي صفر خلاص مهما قلت كتلته فانه يتحرك سرعة الجسم المتحرك لا تسوي صفر فتكون كمية التحرك لا تسوي ايه صفر خلاص قلنا شوف ضقالة النملة خلاص لكن متحرك الكتلة يعني النملة لا تكاد تكون واحد على ميت ملي جرام النملة نفسها ما تحسش لا اذا ارصت او ايه تعملت حاجة ما تحسش ان حاجة على جسمك خلاص زيننا موسى لو ما ارصتش وهي على جسمك ما مش هتحس به ومع ذلك بتتحرك اذا فيه جسمه متحرك اذا يحدث ايه الحرك ده هنكتفي بهذا الجزء ان شاء الله في الحلقة التانية وان شاء الله هنتابع مع بعض حلقات متتالية بس بسرعة كده نقول الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة الاولية ايه طبعا لو حد طالب زوم ونركز او في الكلمتين دول وهسيب الشاشة على دقيقتين وانا بتكلم اهو شروط الزوم بنقول طالب واحد او طالبة واحدة طبعا الحلقة بتبقى ايه تمانين كيميا فيزياء احياء علوم ساينس اي حاجة من اي مرحلة من المراحل ان شاء الله طيب لو في طالب واحد او طالبة بنقول بننزل ايه عشرين من المية لان ايه اي حلقة المفروض ما تقلش عن مية عشان كهرباء عشان نت عشان الوقت اللي احنا بنعوده ده طبعا كله له سمن وده محبس وقت حبس وقت يعني ايه ما يزعلش حد الناس اللي بتحسبها الحسابات نرجع نفسنا تاني المطلوب عمل جروب لمن يشترك من الطالبات او الطلب ممكن يكون خمسة مع بعض وكل طالب او كل طالبة تدفع عشرين المهم ان يوصل لان الحلقة بتسوي كم مية لو في جروب حتى لو اتنين يبقى خمسين وخمسين لكن طالب او طالبة لوحدة ما فيش مشكلة نحن لها ايه تمانين ودي فكرة معينة ما في اداعي اللي الكلام فيها اشتركوا الدافع طبعا فودافون كاش وانا كاتب تحت هنا هوت اتدفع فودافون كاش وفيه رقم تليفون تحت هوت لازم الاتصال به قبل الدافع وانت وانتي عند الفودافون ايه كاش قلنا فيه كورس بقى دي خلاص الزوم اللي هي دايركت مع المدرس فيه كورس بقى للباب الاول في كل مادة فيزيا كيميا احياء علوم ساينز اي مرحلة من المراحل الكورس المدفوع دا هوت هيبقى عبارة عن الباب الاولاني بس هيبقى مجنين ان شاء الله كامل بالاسئلة بتاعته وهي عبارة عن عشر حلقات شرح تفصيل المادة جميع المراحل منهم حلقتين حل اسئلة ومسائل بوكلت الحجزة من الان للجمعة يعني نحاول بقدر امكان الفترة الجادية اللي عاوز ياخد موضوع جدي ويبدأ يحجز ان شاء الله عشان نبدأ نبعط له الايه الكورس المدفوع جروب لكل مرحلة وهبعت الحلقات مشفرة لكل طالب او بعد دفعت الرسوم اللي انا من الجنيه خلاص من الجنيه طبعا دي حصة برايفت عشان اعرفكم بس ايمة الايه الحاجة الدفع فودافون كاش قلنا قول رقم زيرو مية خمسة تلاتة تسعة ستة خمسة تسعة تمانية لازم الاتصال بهذا الرقم خلاص ده غير رقم الواطس اللي انا بعته لكم ان شاء الله وبكتبه تاني هو ده رقم الواطس اللي هندخل عليه زيرو حداشر اربعة تسعة ستة صفرين تمانية اربعة تسعة ده رقم الواطس اللي انتو اتصلوا بمستر مصطفى بيه عشان نعمل الجروبات الخاصة بالكورس اللي فيه دفع بميج جنيه وزي ما قلنا ما يسويش حصة برايفت وده اخر مرة اقول هزا الكلام خلاص الولد ده انا مثبتها عندي واي حد بيدخل واطس وقوم بعدها له مصورها له وبعدها له عشان ما نضيعش وقت كتير واللي عايز يبدأ على طول هنشتغل معه مستر مصطفى راجع بيحييكم مدينة دميات الجديدة وطبعا اللايقات والاشتراك في القناة دي مجاني خلاص ونشتغل ونضغط على الجرس ونختار الكل ونشارك الفيديوهات مع زمائلنا وبرضو معلومة تانية في حلقات مجانية كتير على القناة عشان ما حدش يقول مصور مصطفى بيستغل له اي حاجة لا الحمد لله في حلقات مجانية في جميع الفروه خلاص من ربع ابتداء لتلت سنة وهذا من فضل الله الف ومتين حلقة تقريبا موجودة على اليوتيوب وصالحة للاستهدام لكس بير بتاعها لسه معداش انا بقولي الكلام ده وعارف بقولي الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته